تكلمنا سابقا عن برنامج سبيت توري وطريقة تحميله كما تكلمنا عن مجالات استعماله وغير ذلك أما هذا الدرس فسيكون ثاني درس ضمن سلسلة دروس برنامج سبيت توري والذي سنتعرف من خلاله على واجهة البرنامج يبقوا معنا لنا عودة بعد تواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم من جديد بعد تثبيت البرنامج وفتحه لأول مرة تأتينا الواجهة بهذا الشكل طبعا لأننا سنتكلم كثيرا عن برنامج أنريل أنجين فور فأنا أستخدم نسخة سبيت توري موديلر أنريل أنجين فور سبسكريبشن إديشن لكن إن كنت تمتلك نسخة اليونيتي أو السينيما إديشن فلا بأس فبإمكانك متابعة سلسلة دروسنا دون مواجهة أي مشكلة فقط في الأخير لا يمكن متابعة دروس الأكسبورت إلى برنامج أنريل أنجين فور إلا تكون لديك نسخة أنريل أنجين فور سبسكريبشن إديشن إذن بعد فتح البرنامج أول ما نصادفه قائمة فبإمكاننا من هذه القائمة البدء بمثال محمد مسبقا مع البرنامج وذلك من خلال خيار start new from a template كذلك من خلال هذا الخيار يمكن اختيار blank أي مشروع فارغ للبداية من الصفر أما من خلال خيار open a recent model يمكن تصفح واختيار آخر المشاريع التي قمت بفتحها سابقا كذلك هنا في الأسفل لدينا خيار اسمه show this dialogue on starter فإذا قمنا بعمل انشيك لهذا الخيار لن تظهر معنا هذه القائمة عند فتح البرنامج مرة أخر ثم لدينا خيار هنا اسمه open order بالضغط عليه تأتينا هذه القائمة فمن خلال هذه القائمة يمكننا الوصول إلى المكتب الخاص بالبرنامج لتصفح وفتح المزيد من المشاريع التي تأتي محملة مع البرنامج يمكن العودة إلى قائمة neuter من خلال file new وتظهر معنا مجددا كذلك لدينا في الأسفل خيار cancel للخروج تماما من هذه القائمة نختار blank للبداية بمشروع جديد فارغ فبعد الضغط تأتينا الواجهة بهذا الشكل هنا في الوسط لدينا viewport طبعا بالنسبة للviewport وطارقة التحريك في هذه القائمة فهي سهلة فمن خلال سحب الميدل ماوس يمكننا عمل zoom in و zoom out أما من خلال الضغط كذلك على الميدل ماوس والسحب يمين يسار على أسفل يمكننا تحريك السين إلى مختلف الاتجاهات أما بالنسبة لتريقة عمل دوران فمن خلال الضغط على control من كيمبورد والسحب والدوران بالزر الأيسر لماوس فمن خلال هذا الخيار يمكننا عمل دوران حول السين الخاصة بنا هنا في الجهة اليسرى لدينا في الأسفل properties window فمن خلال هذه القائمة يمكن تغيير الخصائص الخاصة بكل شيء في السين مثلا الرياح والإضاءة وغيرها من قائمة edit من هنا إضافة إلى actions يمكن التحكم في الرياح والambient occlusion عمل randomized و export للمشروع أما من قائمة file يمكن فتح مشروع جديد وفتح مشروع محفوظ مسبقا أو تصفح المكتبة الخاصة بالمشاريع أما من قائمة الهلب يمكن الحصول على دروس ومعلومات مقدمة من مطور البرنامج ثم في الأعلى لدينا generation up أو يمكن تسميتها structure فمن هنا يمكننا التشكيل التري الخاصة بنا بالنسبة لهذه الشجرة هنا تأتي افتراضيا مع البرنامج بالضغط عليها تظهر معنا ال properties الخاصة بها يمكن التعديل على كل شيء خاص بها من خيارات ال properties هنا هنا في ال generation فعند إضافة جدع شجرة غصن ورق وغيرها تظهر هنا في ال generation بالنسبة لخيارات ال properties سنتعرف عليها في دروس بعدما إن شاء الله هنا في الأعلى كذلك لدينا بعض الخيارات مثل خيارات العرض من هنا كذلك خيارات السين فمن خلال خيارات السين يمكن إضافة ال effects إلى السين الخاصة بنا الرياح الإضاءة وغيرها في قائمة ال edit يمكن اختيار طريقة التعديل حسب ال generation وال nodes ثم لدينا season هنا للانتقال بين الفصول الأربع وبعد الخيارات الإضافية طبعا لا تقلق بخصوص هذه الخيارات لأننا سنتكلم عنها عند تقدمنا في الدروس ثم لدينا هنا في ال post خيارات التحكم في AO أو ما يعرف بالambient conclusion والcollision إضافة إلى خيار ال expert ثم لدينا هذا السهم هنا إذا قمنا بالضغط عليه سنقوم بتصغير وتقليص حجم هذه الإعدادات وإخفاء الإسم وإظهار فقط الأيقونات لربح مساحة إضافية في ال viewport أما هنا في الجهة اليسرى فلدينا طاب مهم هو materials top فمن هنا يمكن التحكم في الماتريالز الخاصة بالتري التي قمنا بإنشائها طبعا من textures سواء من مكتبة البرنامج أو textures خارجية والتحكم في مختلف التحكم الخاصة بالtexture كذلك يمكن عمل import لمش معدة ببرنامج آخر كذلك displacement وغيرها إذن كان هذا ما لدينا في هذا الفيديو ابقوا على الطلاع بفيديوهاتنا من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس نلقاكم في الدرس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر